الفيديو بعنوان متصل يسأل هل القراءات العشرة القرآنية تحريف؟ بإجابة نعم، هاي مستضع بس بغض شاهد الإجابة من زين خير الله، لس لس انتلس الله رياء عبد الرحمن الأول بالنسبة لعشرة القراءات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم العالمين مالك يوم الدين وفي القراءة الثانية مالك يوم الدين نعم فيه اختلافات أخرى كتير يعني مو بس مالك و مالك يوم الدين فيه اختلافات كتيرة زي ما علم أخطئ في إرنة كانت تبع يكذبون و يكذبون و بررر هلا بحكي لكم عنه يكتب سنسمع الشيء شو دايجاني و مالك يوم الدين يبقى المعنى ولكن في بعض القراءات هناك اختلاف بكلمات مثال أعطاك فيه مسكين و مساكين أيضا هلا بحكي لكم شو قالوا عليهم بس على أغلب هو حي يسبقني و يقوله اللي تقوله أنا هلا فنسمعوا منه اتس اوكي بداية مسألة يعني القراءات لما يأتي نصراني ويقول القراءات وكذا حس انهو يعني اكتشف و قلت شو صاش و شو دخل نصراني بنا ممكن فعيبت علينا محادثة ممكن مقطوعه و شو بفهمت نصراني شو دخل و موضوع حس انهو يعني اكتشف شيئا لم يعرفه الأوائل القراءات العشر يا مسلمين الحرب السابعة يا مسلمين يعني شيء عجيب شده أنا أذكر حتى مرة نصراني التاني و قال لي تدري أن بين روايتي حفص ورواية قالول اختلاف الكلمات ومعاني قدري هذا الشيء طبعا على اساس انهو كاب يعني معلومة لم يسبقه عليها أحد فقلت له اصلا هذا علم عندنا علم القراءات أتظنوا أننا نخبئ هذا العلم؟ فما جبت شيئا جديدا انت جبت بالشيء الذي ألفنا فيه الكتب قاليني بس الآن ماذا اسمه؟ كتاب القراءات العشر المتواتر من ألفه هذا الكتاب؟ ماذا لو جئتنا من الخلف؟ مفهوم انه موجود عنكم هذا الشيء مو معناته انه صحيح بيضل في مشكل مو يعني مثل عنا اسمه عدنال إبراهيم مثل أخ عدنال إبراهيم عامل شهادة وخاصة دكتوراه ومتخرج حاله ومسلم حاله واختصاص بعمر عائشة موجود دراسة لهذه الأمور لا يعني أنه هي صحيحة ومبررة فكرة منه في عندنا مشكلة يفطلط أن يكون هناك إجابة فأنت عم تقول لا نحنا عندنا مشكلة وهناك كتب على الموضوع أعطيني الإجابة له على الكتب ليس مهم فأتمنى تكون أنت حاللنا المشكلة يا صديقي لحظة عفوا نيك خليني بس أشرح للناس حتى يفهم شوف هذه القائمة هذه قائمة المشايخ الذين أقلبوا هذا الكتب يعني نحن لا نخبئ هذا هذا علم عندنا ونفتخر به اسمه علم القراءات أنت يا نصراني لما تديني كله قراءة كذا وقراءة كذا تظننا أننا نحن نخبئ هذا هذا ندرسوه لنا مشايقه ونحن ندرسه لطلابنا أنا عندي طلاب يدرسهم برواية قالونه برواية الحقص الافتخار بالتناقض والافتخار باللاواقعية واللمنطقية معروف متعودين علينا لكن أعطيني الإجابة رجالا هذا علم ونفتخر به بل من يتعلم القراءات العشر هذا يعني يعتبر من المقرئين الكبار إذن المسألة لا يوجد لها أي خوف أو شيء حتى يطلع لها كلها تشفنا هذا الاختلاف في هذه القراءة هو جبها أصلا من كتب المسلمين جبها من كتب التي ألفها المسلمون هذا أولا ثانيا هذه القراءات اسمها كما هي مكتوب القراءات العشر المتواترة ما معنى المتواترة؟ له ما zweite يعني وصلتنا بالتواتر جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكثب وصلنا بالسند المتصل، المتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد أخذ أجازة من القران في القرآن الكريم يعني rằng وصلنا بالسند المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم غلط هذا الكلام التواتر الجمع عن جمع مستحيل أن يتواطئوا على الكذب ولا الخطأ أن يجبهم حتى فيه هناك من عفاهم من الخطأ أيضا مستحيل كماشεται يتواطئوا على الكذب. برأيي فيه كثير خرافات بالعقيدة الإسلامية. مثل مثل أي دين تاني. والخرافة هنا أقصد أفعال وحوادث وشخصيات وأشياء خارقة للطبيعة. والدليل الوحيد على وجوده هو روايات. ولكن برأيي الشخص من أعظم الأوهام الموجودة في هذه العقيدة هو ما يسمى بالتواتر أصدقائي. التواتر مثل ما قال لك جمع عن جمع من تم الرسول سمعه ولا يتواطئون لا على الكذب ولا على الخطأ ولوقتنا الحالي هاي الشهادات نفسه. أنت بس لازم أي حدا دارس تاريخي إسلامي يعرف شو صار غير العنعان. يعنيت العنعان صديقي ما فيك تقول جمع عن جمع من تم الرسول ونحن حرفيا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الأمة انقسمت فورا انقسمت الأمة. الأمم الإسلامية انقسمت والمبشرين بالجنة تقاتلوا وذبحوا بعضهم البعض ووصلنا الخلافات متعاكزة وبتاع فشو صار بحق بيت عثمان والانشطار الإسلامي اللي صار بين الخوارج والشيعة والآله آله ومية وهدون الناس. فما فينا نقول تواتر يعني انت تفترض انه لما استنم أبو بكر هو الخليفة الأول ترك حروب الردة وترك الانفصامات لصارت المجتمعات وسوالي حوزة مو حوزة ما فيك يقول حوزة سوالي مدرسة خاصة لنقل الجمع عن الجمع من تم الرسول وظلت مستمرة بشهادة لوقتنا الحال ما فيك شيء. كانوا غايسين بالانقسامات والاختلافات ومن بعدها لمدة طويلة قرروا يجمعوا ما تبقى من ما يسمى بالقرآن لأنه شافوا عم بيختفي قدام عينهم. بالحديث الشهير تبع عمر لما أتى لأبو بكر وأصر عليه وابو بكر قال فهل أنا آتي لما قال له عمر لأبو بكر. يا أخي يجمعوا القرآن قال له بدكياني أنا أعمل شيء رسول ما أمر فيه ولا الله أمر فيه. ما اسمعنا من الرسول ولا آية ولا رسول أمرنا بذلك. رسول عطانا حفظت القرآن قالوا خذوا قرآن من أربعة فلان وفلان 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 فظل ينقع لي عمر لحتى شو بيقولوا لحتى فتح الله على قلبي أبو بكر فأمر بجمع القرآن ومن بعد هذا القرآن اختلفوا عليه الصحابة والحفظة نفسه أن الرسول أمر ياخدوا منه اختلفوا. لأسف هي هي مشكلة الردود وثوث مباشرة. ما أنا محضر لكم مصادر الأصص. لكن متل أولا بحلقات سابقة أنا بكرتها. وهم انقسمنا وعننا قرائل مختلفة وجه أخونا عثمان بالرواية الشهيرة حرق هذه الأصص كلها وكل هذا الكلام الساعته غير منقط أصدقائي. غير منقط. فأين هو هذا الجمع الذي أنت تكلم؟ أكمل أزيل يعني كل هذه القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة جديدة يعني مثلا بصورة الفاتحة مالك يوم الدين ومالك. وفي رواية أخرى قراءة أخرى مالك يوم الدين. لماذا هذا معقولة؟ هذا اختلاف؟ لا. واختلاف فعل لكن هذا الاختلاف قرأه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مالك يوم الدين وقرأ مالك يوم الدين تمام؟ طيب أليس هذا تحريفا؟ لا لنما معنى التحريف. هو تحريف صديقي مع معنى أتفضل عرفنا التحريف. التحريف هو إضافة البشر على كلام رب البشر أم وعديها مرة ثانية إذا بتيت التحريف هو إضافة البشر على كلام رب البشر لا. ما في نجابة هاي التحريف هو إضافة البشر على كلام رب البشر. لا صديقي التحريف هو بكل بساطة إخراج قول عن ما هو عليه. هذا باختصار التحريف. هاي قاعدة اللي انت اتيتني بها. انه اضافة شو اه? اضافة البشر على كلام رب البشر. طيب هاد شلوم ده نطبقه على الواقع? هاد لو اجينا متل ما قلت لك المثال تبعي. انا ادعم حوله لا ادعس. شلوم شو دخل البشر ورب البشر بهاي الكلمة بهاي العمل هون? شلوم ننطبقه هاي الالية تبعك بين الناس لما بيحرفوا كلام بعض. لا تعمل. فهي اضافة من عندك صديقي عما يبدو لحتى ترقع مصيبة هلا قادمة وهلا هنحكي عنا. اما رب البشر سبحانه وتعالى انزل هذه القراءات اصلا. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل مالك يوم الدين وهو الذي انزل مالك يوم الدين فكيف يطلق عليه تحريفة? جبرين عليه السلام انزل بهاتين القراءتين. بهاتين القراءتين نزل. النبي عندما قتاه الوحي ذكر لكتاب الوحي نفس الآية بعشر طرق مختلفة معشرة. العشرة هي القراءات صديقي. سبع طرق مختلفة. الفرق بين الأحرف والقراءات هي على الشكل الآتي. في العقيدة الاسلامية في عنا شيسمو العشر قراءات وفي عنا السبع أحرف. عزروني بكتابة الموس. الفرق بيناتن انه الأحرف هي من عندي الله من عندي خالق الكون. والقراءات هي من عندي البشر. هذا الفرق بينذاهم. يا مثل ما حكى ه grated المثال هذا اختلاف معنوي. فعندك انتي ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. هذا اختلاف معنوي. في اختلافات اوضح بالكتير نعم في اختلافات. متلما حكينا啥ك يكذبون ويكذبون. واحدا بيناتهم انه هن كذابين واحدا يكذبون الاخرين لكن لأولى ترقيع. الفرق انه السبق احرف اتت من عند الله والعشر قراءات اتت من عند البشر. اللي هي يمكن الفهم انه بسبب وجود سبق احرف طلعت عنا القراءات لكن المشكلة الاساسية هي من الاحرف. الاحرف التي يفترض انها مو بس الله انزلها اصدقائي. في عنا حديث عن رسول هلا من جبلكم ياه. هو الرسول كان كلما الله ينزله ايه يقول له لا اعطيني بحرف اخر. ليش لحتى يخدم المسلمين. وجبريل نزع عليه كل ايه بسبع طلق مختلفة. جبريل هو كان كلما يجب له القرآن للرسول بحرف معين. الرسول يبعته لعند الله ويقول له اتيني بحرف تاني. ليكون ذلك يسيرا على المسلمين. اللي انا ما ليشايفه هلا بجبكم احاديث خليه اكمل هلا الشيخ. جبريل عليه السلام انزل بهذين القراءتين. بوس هذين اكثر من قراءة لكن نعم هذا هو التحريف. بهاتين القراءتين نزل. اخراج اخراج القول عن المعناه الاساسي هذا تحريف صديق وهذا اللي عمله القرآن بالمثال انت نفسه اللي اجبتو. ما الدليل على ان هذه القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وانزلها الله سبحانه وتعالى. كما في حديث صحيح البخاري. حدث خلاف بين عمر بن الخطاب والصحابي هشام بن الحزام. الصحابي هشام كان يقرأ سور الفرقان. وفي حديث اخر ايضا هلما جابه تبع واحد من حفظة القرآن اللي اوصف يوم محمد هو ايضا سمع الناس عم تقرأ قرآن غيره. بقراءة غير التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر. فسمع عمر رضي الله عنه هشاما وهو يقرأ هذه القراءة. فغطب عمر حينما رأى هشاما يقرأ برواية غير التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ظن هكذا عمر. فعمر ظن أن هشام اخطأ بقراءة تمام فذا امتظره حتى ينتهي من الصلاة ثم اخذه بقوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر اخذ هشاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوة. فقال يا رسول الله ان هذا قرأ بقراءة غير التي انت قرأت لي. هذا هو الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر ارسله يا عمر يعني اترك هشاما. فتركه عمر قال له هشام اقرأ يا هشام. فقرأ سورة القر� فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد على هشام نزلت هكذا قال له هكذا أنزلت هكذا أنزلت ثم قال لعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اقرأي عمر فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت ورغم اختلاف القراءتين قراءة القراءة التي قرأ بها عمر غير القراءة التي قرأ بها هشام مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا نزلت وهكذا نزلت يعني أقرر القراءتين يعني قدر أتي النظر كلاهما صحيحة هيك الأصدقاء المسلمين بوقتنا الحالي بيخرجوا من هذا التناقض والطعن المباشر بما يسمى عقيدة إسلامية أصدقائي هذا الكلام معناته أن القرآن المطلقي اللي هو وظيفته واحدة يفترض أنه كلام أزلي مع الله كان موجود ولا تبديل لكلام الله ومكتوب على اللوحة المحفوظة من قبل أن يخلق الكون كله هذا يتبدل والحل شو هو تبع التناقض والتحريف الصارخ هذا الرسول أقر عليها فهذه من قرارات الرسول أي شيء أقر فيه الرسول هو صح حتى وإن كان تناقض لو كان رفض للواقع أقره الرسول خلاص صحيح فهذه نقطة أساسية بذلك كل العلماء ليس هناك أي اختلاف بين العلماء أن القراءات العشر متواتعة هذا اللي كان أعمل لك عليه بالبداية أنه نحن باب نخجل وهذا علم عنه وكذا شو الإجابة تبعه الرسول أقر التناقض الصحابي اللي عمر فكروا أخطأ قال له الرسول اقرأ فقرأ شو قرأ الصحابي واحد زائد واحد يساوي ثلاثة قال له هكذا نزلت اقرأ أنت يا عمر أما قال له واحد زائد واحد يساوي ثمانة قال له وهكذا أيضا نزلت طبعا مو واحد زائد واحد لكن في المتوشو أصدر اتنين حكوا شيء مختلف عن شو هي الآية اللي تلوها والرسول قال له انتنتين نزلت هيك صح وصح طب شو عمل جبري ساعتها هلأ بتعافوا شو عمل جبري حاجبكم حديثة لنعمل بريك وإذا سميت قراءة قالون ولا قراءة حفص وهكذا لأن أكثر من يهتم بها حفص أو أكثر من يهتم بها قالون وليس معناها أن اختراحها قالون أو حفص كما يطلق يعني على صحيح البخاري مثلا يطلق عليه البخاري نسبة إلى الإمام البخاري لكن كل ما في داخل صحيح البخاري أحديث النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي نصبت إلى البخاري لأن البخاري هو الذي جمعه وهتم به وهكذا نفس الشيء قراءة قالون حفص سميت حفص وقالون كثير واخرين ايضا. القراءات العشرة تعود لعشرة امه. هؤلاء الا امه وقراءاتهم هناك من روى عنهم. ففي عندك احيانا القراءة الواحدة بيكون فيه اتنين رويين. يعني مثل مثل حفص. حفص هو حفص عن عاصم وفي عنا ايضا مورش ورش واحدة تانية دي. شعبة تماما اتامك. في امه لكل قراءة في عشرة امه. حفص هو ليس من الامه. حفص هو من الرواة. يعني انتو خيلوهن عشر نقطة اصدقائي الرسمة وواضحة يعني خيلوهن. اتخيلوهن انتو واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ساعة ماية تسعة عشرة. هادول الا امه اللي رووا بيسمى بالتواتر اللي هني بيقامنوا فيه. كل واحدة من هاي القراءات فيه لها رواة. احيانا بيكونوا واحد احيانا بيكونوا اتنين. فعاصم هو حفص عن عاصم. بودي رواة حفص عن عاصم. وشعبة ايضا مختلفين بين بعضهم مع انه اخديم من نفس المصدر وهو عاصم. فنعم هنين عشر امه في الهن عشر قراءات. ما فهمت الشيخ وانش يشرح لكي حسيته اخطى بهي الفكرة. اخر ما اريد ان اقوله هو الاختلاف بين القراءات القرآنية العشرة هو اسمه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني تنوع في المعنى وليس تناقض في المعنى. ومثال مثلا صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والاقراءة الاخرى مالكي يوم الدين. هذا اختلاف ماشي. لكن اختلاف تنوع ام اختلاف تضاد؟ سلاح تنوع. لان الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وهو ايضا مالكي يوم الدين. نعم. هذا الكلام هون غلط. اللي عم بيأسره الاخب انه هنن قالوا انواع الاختلافات بين القراءات العشرة هي انواع تتدرج على انها واحد الذي لا يختلف فيه المعنى. اتنين يختلف فيه المعنى لكن يمكن تأويله على التناسق. شي مشابه للي حكا هو. المالك امثلة عن كل هاي الامور الزلقينها بسهولة. لكن الاخ هون بسأله ما فيه غير نوع واحد الاختلاف وهو لا يختلف فيه المعنى. وهذا الشيء غير صحيح. اكمل عزيز. اذا صفتان صفتان لله عز وجل. لا مش ما نفس المعنى. معنى يؤيد معنى. معنى يؤيد معنى. ايوا يعني يعني صفة المالك ليست ضدا لصفة الملك. او الملك. يعني النبي الله عز وجل الملك وكذلك مالك. هذا القصد. يعني مثلا الآية التي تقول عن الملائكة عند الرحمن. في آية تقول عند الرحمن الذين هم عند الرحمن. وفي آية الأخرى تقول الذين هم عباد الرحمن. في كلمة عبال وفي كلمة عنده. هذا اختلاف تنوع. لأن الملائكة هم فعلا عند الرحمن في السماء. هم أيضا عباد الرحمن. فبالتالي يشوف القراءات أعطتنا معاني معاني كثيرة لكنها تؤيد بعض البعض. الجواب الذي قريده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى له جبريل بهذه القراءة. هل قال عنده أو عباده؟ قال الاثنان. قال الاثنان. الرسول قاعد أتاء الوحي. فتلاها عباده واتلاها عنده. بنفس الوقت. الاثنان. نعم. قال الاثنان. هاي ما عاد الله هجات أصدقائنا هنا ونحكي. هي بس الأحروف. وما هو الفرق ما بين سعات حرف والعشر قراءات. هي القراءات العشر يعني كما قال العلماء هي مأخوذة من حرف من الحروف السبعة. وهي في الأصل سبعة أو عشرة. الحروف سبعة أما القراءات عشر. نعم. أنك اختلاف ما بين الحروف والقراءات. ما نقول لك. الأحرف السبعة حرف منها أخذ من هذا الحروف عشرة قراءات. اللي معا بيوصله يا الأخ للسائل. شو الفرق بين الحروف والسبعة والقراءات العشرة. الأحرف من عند الله. يعني جبريل نزل بها للرسول. مثل ما حكى اليوم قرأها عباد وقرأها عند. فالجبريل عم يجيب الأحرف من عند الله. القراءات هي من عند البشر. ففيكن تقوله باختصار الأحرف السبعة من السماء والقراءات العشرة من الأرض. هذا الاختلاف بيناتوا هن التنتين. واحدة بسبب البشر ولهجاتهم وما يسمى بالتواتر اختلفوا. التواتر المختلفة عشرة قراءات. واحدة السبعة أحرف هي التي تلفظها الله لجبريل وتلفظها جبريل إلى الرسول. هذا الفرق بينناتهم. لما سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني أبقى حرفا واحدا وترك الحروف الأخرى. أبقى حرفا واحد وهو حرف كريش. ما مترك أصدقائي أحرق الأخرى. أبقى حرفا واحد وهو حرف كريش. أخذ من هذا الحرف عشرة قراءات. لحجب لكم حط لكم شوية إليسة. لحجب لكم الحديث المفضل عندي بهذا الموضوع. الذي الأخ يعني ما تطرق له. هذا الحديث أصدقائي في صحيح البخاري ما هو أقرأني جبريل على حرف فلم أزل استزيده حتى انتهى إلا سبعة أحرف. يعني شو معناه جبريل نزل عندي من عند الله بحرف واحد. القرآن بحرف واحد. لكن الرسول هو كان عم يستزيده روح رجاع وروح رجاع وروح رجاع لحتى وصل للسبعة. التفصيل تبع لهذا الحديث. جبت لكم يا أبي هاي الرواية هون. كنت في المسجد. هذا مو عمر. شفت الرواية حكاها ياها الأخ الحديثي وجبت مع عمر. وصحابي حكا هذا الشيء بتكرر كان بشكل دائم عند الرسول. هاي رواية ثانية لهذا أبي بن كعب. هذا قلت لكم من حافظتي القرآن. أبي بن كعب. الذين أوصى بهم الرسول. قال لك هذا شو؟ خذوا القرآن منه. شوفوا أبي شو صار معه أصدقائي. كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة انكرتها عليه. فدخل آخر فقرأها قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قلزنا السلات دخلنا جبيعا الى رسول وجبنا ياها. فقلت ان هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. ف فامره ما الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ. حسن النبي صلى الله عليه السلم من شأنهما. مع 1080 رسول مثل رواية عمري جبنا ياها لكان. قال له لأ هذا اقرأ اقرأ قال له لانت اقرأ اقرأ قال له لأبي انت لمن استنكرته عليهم اقرأ انت قال له اقرأ قال له انت نزلت هكذا وهكذا يعني الرجل اللي اخطأ هو وصاحبه اللي اخطأ مثله وابي اللي استنكر عليهم نزلت مثل كل كلهم صح هنا لكل كلامهم صح انا برأيي هاي القصة كانت عم تتكرر كثير لانه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام هو كان ينسى شو يقول بالوحي بين قوسين خلينا حط بين قوسين او اشارتين شو هو كان ينسى شو يجي كلمات أو ما يسمى بالوحي كان ينسى الرسول وفي عنا روايات أن الرسول كان ماشي بر في حي أسمع رجل يتقرأ قرآنا فنسيته أو أنسيته وهي الأشياء فكان ينسى هو وحتى الرواية الشهيرة عبد الله بن سرح بن سلول يلي هو كان المرتد الأول يلي رجع من بعض الصلح رجع لعنده القرآي يشألون هذا محمد ليس على وحي وليس على شيء هذا كان من كتبة القرآن بن سلول كان من كتبة القرآن يقعد على كتف الرسول يسمع القرآن ويدونه فبزمانه اختبر رسول هذا الشخص وقال له رسول اكتب يا عبد الله قال له كذا وكذا وكذا إن الله سميع بصير فكتب إن الله عليم الحكيم فقال له الرسول لهذا المخادع الكاتب الوحي قال له عيد لعلي شو أنا أبتل لك أعم عدله ياها وعدله الخطأ الأخير يهو سميع بصير ودك آية الحكيم العليم أعم الرسول قال له تمام هاي الآية فاختبره هو لرسول هذا الصحابي وعرف إن الرسول ما له عرفان شو عم بيقول ما عم بيعرف يميز بكلمات فوجهه للرسول وقال له قال له أنت قتلي كذا وأنا كتبت كذا قال له ما بيأسر نزلت هكذا ونزلت هكذا مثل ما بيقول لها دور الناس فبرأيي أنا محمد عليه الصلاة والسلام شق عليه إن المسلمين دائما بيقروا القرآن مغاير عن بعضهم وبيشتكل عند الرسول عم قال له آخر شي يا أخي هي القرآن نزل بسبع لهجات وسبع كحاحرف مختلفة عن بعضها شوفوا التتمة على الحديث شو هي لما الرسول حسن بين الذين اختلفوا شو صار بأبي بن كعب فسقط في نفسي من التكذيب أعوذ بالله بلاش شك بكلام الرسول أبو أبي بن كعب برحس في شي غلط فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل استغفر الله ما هذا للحاد فقال لي الرسول بعض ما ضرب على صدره يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف الله أرسل لي جبريل وقال لي اقرأ القرآن على حرف واحد اللي هو كتاب واحد بمعنى واحد بصياغة واحدة هيك الله أرسل فرددت إليه لمين تعود إليه هنا أصدقائي لمين أرسل إليه فرددت إليه أنهون على أمتي هون عندنا نحن أصدقائي تشسيد غريب أنا بشوفه بالعقيدة الإسلامية اللي هو عندما يكون الإنسان محمد رسول بشري عنده استيعاب للبشر وطاقة البشر أكثر من الخالق يعني هاي رواية مشابهة للرواية تبع الصلاة أنه نزلت الصلاة خمسين ركعة يوميا ومحمد كان يطلع درجات وكل النبي ينصح ونصيح ويرجع ويساوم الله سبحانه وتعالى لحتى نزلها لخمس ركعات أو خمس صلوات شلون الرسول يفترض خالق لكون هو أعلم بخلقه لكن الرسول هو أعلم بخلق الله مهم لما نزل القرآن على حرف الرسول رد ذلك إلى صاحبه وقال يعني مثل هذا الحديث أنه أقرأني جبريل على حرف فلم أزل استزيده حتى انتهى سبعة أحرف هاي هي التشسيد تبعا تتمت هون الحديث إلى آخره أنه دعا للأمة نخفر لأمة والآخره مهم للموضوع اللي عم نحكي فيه فهون اللي عم يصير أصدقائي أن الله سبحانه وتعالى كلين معرفة هو بيعرف أن البشر أحسن لن يأخذ القرآن بحرف واحد بمثل واحد بطريقة واحدة لكن الرسول كان عنده بعض نظر أكثر منه قال له لا نزل إياها على حرف قال له حرفين قال له كمان حرف قال له ثلاثي قال له كابا ضلي زاودة لوصل للسبع أحرف هذا الكلام لا يستقيم أصدقائي هذا كله ضحك على اللحة أنت إذا بدك تقرب صديقي زين خير الله أنت إذا كتقرب للواقع أكثر الواقع بيقولي لأنك عم بيقولك عليه يبدو أن الرسول كان فعلا ينسى ما يسمى بالوحي وتختلف الأمة بالتلاوة فهو بلش يبرر من عنده أشياء غير منطقية وصل لمرحلة يهين للإله نفسه بدون ما ينتبه هذا رأيه أنا بشوفه هذا أقرب للواقع لأنه اليوم يا صديقي أنا لست إله ولست غزة ولست هالأشي آآ جبناكم أمثلة جبت لكم بعض الأمثلة عن شو هي الاختلافات التي لم يتطرق لها الأخ اختلاف القراءات القرآنية يقع على وجوه أحدها اختلاف اللفظ والمعنى واحد والثاني اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لعدم تضاد اجتماعيما ثالثة اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجمعا في شيء واحد لاستحالة اجتماعيما فالأخ هنا عم يعطي أمثلة فأما اختلاف اللفظي هنا مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بغير ألف لأن المراد بها القراءتين جميعا هو الله سبحانه وتعالى وذلك أن تعالى مالك يوم الدين وملكه بنفس الوقت اللي هي حكاها الأخ هنا شرح نواها للسائل لكما جبله سيبت الاختلاف الأخير وهو اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد فقراءة لقد علمت وهي أنا أذكرها لا أذكرني فيها وتبكون هاي الرواية تبع فرعون يمكن أو هيك شيء ما أخطأ مهم يتبع موسى نعم موسى وفرعون عند ذلك لقد علمت هذه القراءة الأولى فأخبره عليه صلى الله عليه وسلم ليس مجنوب قراءة من قرأ لقد علمت تماما هذا الاختلاف لقد علمت ولقد علمت هذا الاختلاف اللي ما جابه الأخ ما تكلم عنه لما الآية بتقول لقد علمت مع ناته موسى عم بتكلم عن نفسه علمت أنا لقد علمت أنا ما أنزله لكن لما بتقول لقد علمت عم بتكلم مع فرعون فرعون أنت الذي علمت فهذا الاختلاف لا يمكن جمعه مع بعض هذا اللي ما ترق له الأخ هذا اللي يفترض أصدقائي الله سبحانه وتعالى تقوله بشكليه أرسل جبريل على علمته وأرسله على علمته بنفس الوقت شلون بدنا أن نرقع هاي المصيبة؟ شلون هذا الشيء ممكن يصير؟ أصدقائي لأنه بشوفه مثيل الاهتمام بهذا الموضوع تبع القراءات العشر والأحرف السبع أنه هاي الاختلافات وتبديل الكلام هو تماماً اللي بنتوقعه من إنسان غير صادق بإدعاءه وهو هذا اللي بصير لما إنسان بديم أنه متواصل مع كيال مطلق بيجيب كلام واحد مطلق لا رهيبة فيه لكن بيكون فيه اختلافات ولما مواجهه بهذه اختلافات بقول نعم نزلت كذا ونزلت كذا وهذا مو رأيي الشخصي يعني مو أنه أنا عبقر اكتشافت شغلة محدة أخوة المسلمين نفسهم يمجبورين بهذا الكلام هن ما فيك تضحك عليهم بنفس الطريقة يعني أنا الأخ اليوم صاحب الفيديو كنا نعلق عليه ما فيني يجي لعنده قل له يا صديقي أباك رحمه الله بعيد الشرع عن أبو إذا كان عايش الله خليله يا لك المثال أباك رحمه الله قال لي قبل رحيله أن عليك أن تأتيني ببيئة ألف دولار فهو بيروح بيجيب مئة ألف دولار بيجي لعندي لأنه بيعرفني أنا سادق ما بكذب وأنا رفيق أبو كنت من زمان مثل يجيب اليوم بقول له لا أوصاك بمئة وخمسون ألف دولار بقول لي لا أنت قلت مئة ألف دولار آه نعم أنا قلت مئة ألف وقلت مئة وخمسون ألف أيضا ما بتقول حيصدقني لحيشك فورا بكلا بيقول لي هذا تماما اللي بنتوقعه من إنسان غير صادق وانا عم بيحكيكن عن أنا إنسان عادي عم بتدعي إن تواصلت مع إنسان تاني عادي اللي هو أبو للشخص أنا ما حكيت لسه لا ما وراء الكون ولا ملائكة ولا فجدا مثير الاهتمام كيف لما كل ما بتتضخم الادعاءات أكتر وكل ما بتتضخم الأخطاء أكتر كل ما بيأمنوا أكتر أصدقائي بصير عنا إيمان أكتر بالموضوع الحقيقة اللي أنا بيعتقدوا أنه أغلب الإخوة المسلمية بوقتنا حاليا ما بيعرفوا أصلا عن هذه الأمور مسمعانين بموضوع القراءات العشر والأحرف السبع وكيف نزلت مختلفة وأقرها الرسول أنها نزلت هكذا ونزلت هكذا وهي مختلفة والصحابة شكك وبعضهم هذا كمان موضوع تواتر بإلك تواتر عن فم الرسول جمع عن جمع لا يجتمعون على الخطأ ولا على الكذب ما هن نفسهم انصدموا لك والحاديث اللي حضرتك قلت لنا ياها أنت عمر شحطوا للصحابي لأنه لأنه انصدم بالخطأ تبعه وبيبن كعب أيضا من حفظ القرآن ده شحط الاثنين جابوا هن اتنين عند الرسول لأنه مصدومين بهذا الاختلاف فوينه الجمع عن جمع إذا هن هدول يفترض اللي كانوا على كتف الرسول عايشين نفسه ما كانوا متوقعين هاي الاختلافات ومصدومين فيها فأين هو الجمع عن الجمع الذي يسمعها كل هاي ادعاءات بقال بعض ما بتزبط أصدقائي لهيك قلت لكم من بداية موضوع التواتر هو من أكبر الخرافات الموجودة في العقيدة الإسلامية فوين هو التواتر أصدقائي إذا هن يفترض الصف الأول من التواتر هن الأولين هدول هن نفسهم شكوا وخبصوا وكذبوا بعضهم الآخر وجابوا بعض لعند الرسول لحتى يشهدوا بعض على الاخطاء وبيبن كعب بن حفظ القرآن دي أوصى فيهم الرسول لما سمع إجابته للرسول قال لك فسقط في قلبي من التكذيبي فوينه هذا الجمع عن جمع ما في شي اسمه تواتر بجمع عن جمع خاصة إذا مضيف مثل ما حكينا الاختلافات السياسية والعقائدية صارت بينها وإلى آخرها فهي نعم هي هي رواية جميلة مثل سانتا كلوز بحبوا يحكوه لحتى ترتاح نفسيتهم شلون موجودة هي النصوص عنها بطريقة سحرية من دون تبديل وهو ما في هيك شي أبدا ناهينا عن أنه هن ثقافة شفاهية كانوا يتبادلوا كلام شفاهيا ما كانوا يدونوا أي شيء ما عندهم كتابة كان كان هناك بعض الكتابة هنا وهنا لكن الثقافة العامة ثقافة شفاهية فما في داعي يتقلي لا يمكن اجتماعهم على الكذب هن أصلا بأخطئوا ما في داعي يكذبوا هتا لو كانوا صادقين بدنوا يأخطئوا بالنتقل الشفاهي بين بعضهم التبيري تبعهم مثل ما أنتم شفتون نعم في شي مريب بالموضوع نعم غريب أنه الله أرسل القرآن بسبع كلمة وانزل بسبع أحرف ونعم في عنا بوقتنا الحالي عشر قراءات وفي اختلافات بيناتهم بالمعاني لكن لا ضي ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك هيك بتنحل المشكلة لو الرسول لم يقرها بنقول لك أو لا في شي غلط وصلنا القرآن غلط لكن أقر الرسول عليها صديقي أنا برأيي الأقرب للواقع أن الرسول يعني بحاول يتهرب من مصيبة عم بيشوفها عم تصير قدام عينه عم بيحكي شغلات اسمها وحي من عقله الناس عم تحفظ بشكل مختلف لما عم بيقرؤها بالصلاة بشكل مختلف عم بيتخانقوا بين بعضهم فقاله نزلت كذا وكذا هذا الشي أنا إنسان بشري لا عندي تواصل مع إله ولا كذا فيني أعمله بدون ما أقع فيه أنا اليوم فيني أعمل فيديو على اليوتيوب حكي فيه فيديو أي فيديو من فيديوهات يختاروا على اليوتيوب إنت بقول لك هذا الفيديو لا يمكن تحريفه وأي حدا بيسمعه وبيبدل معني فينا نعرف فورا ما اللي يبدل معناه من قول قصاي ما قال كذا بالفيديو قصاي قال معه وليس إنه لهك الفيديو موجود مسجد سبحانه وتعالى أصدقائي ما قدر يعمل الشغلة نفسه شلون الحديثة على الرسول بيقول إنه القراءات نزلت هونن على الأمة لما عم بيقول له لله هون على أمتي يقول له قراءة هون على أمتي حرف حرف شلون هونن على الأمة وهو عم بيحرف حرفياً المعاني وعم بيضيع الموضوع اللي هونن برأي على الأمة هو رأي الله الأول اللي هو قراءة واحدة بحرفين واحد بكتابين واحد هذا أهون شي على الأمة مصدر واحد بتاخدوه كل آتكم بتحكوه نفسه فرشة الأمة تماماً هذا والله يفرش أمتي رسول بالحديث كاز يقول له يا سبحانك وتعالى فرش أمتي يقول له خود الحرف تفرشيها أكثر خود الحرف عم ينزل له أحرف ما بصير لهيك نحن بنصل لمرحلة إنه حتى زي نحكي بعد جمع عثمانه وبعد ما قرروا يدون مصاحف المصاحف لم تكن منقطة أصدقائي مما بيفتح لك مجال تاني للاختلافات يعني مو تحريف الشرير إن الأشرار ها ها نو ما عم بيفهمه الشغلات مكتوبة بلطن كل هاي الأشياء بتفتح مجال للتخبط والاختلافات والله نفسه زاد على قلبنا القصة كيف أرسل لجبريل بسبع أحرف يعني الرسول كان عنده بعض نظر عليه الصلاة والسلام وقال لا يا أخي حرف واحد ما بكفي نزل لي أحرف تاني يلا ليكون هاينا على مسلمين ما أنت زدت الطين بل يا عزيزي فالموضوع كله كتير مثير للريب يا أصدقائي هذا الموضوع وموضوع الناسخ ومنسوخ هي من الأشياء الكافية وأن هذه العقيدة فعلا صناعة بشرية من أجدادنا اللي حاولوا يرقعوا الأمور لكن ما زبطت معهم هذا رأي الشخصي